ماذا عن هيئة التدريس يا دكتور؟ هيئة التدريس في الجامعات المختلفة؟ هيئة التدريس في جامعة القهيرة هي من أقوى هيئة التدريس على مستوى العالم العربي وهذه هي التي تقوم عليها معظم على فكرة الجامعات الخاصة وجامعات أهلاف مصر كوادر من جامعة القهيرة ونحن لا نبخل على أي جامعة بالكوادر بتاعتنا لأن احنا همنا هو هم مصر كلها وإحنا جزء من هذا البلد العظيم إحنا فاتحين المجال للبعثات المختلفة لكن في نفس الوقت توسعنا في استخدام الأساتذ الأجانب لأن البعثة بتكلفتك تكلفة عالية جدا أنا كنت الحقيقة حسن خضرتك عن موضوع البعثات التعليمية للطلاب إحنا الآن بنعمل ما هو أفضل يعني بتستدعي بتستدعي أساتذ أجانب طب ولماذا؟ لماذا لا يكون لأنه فكرة البعثة الأجنبية ليس فقط تعليم في الخارج لكنه هو نوع من التفاعل مع مكان أجنبي بس لم نرغي حضرتك بس أنا بابعت واحد يتعلم خمس ست سنين وعلى فكرة جزء كبير جدا منهم بيكمل هناك الحياة بتعجبه لكن في فرق بيننا نروح أعلمه وبعد كده يجي نقل خبرته وفي فرق بيننا نجيب أستاذ أجنبي لما بجيب أستاذ أجنبي ده فيديته إيه؟ أول حاجة بيحصل احتكاك بينه وبين كل الأساتذ المصريين الأساتذ المصريين بيستفيدوا من خبرته وهو بيستفيد من خبرته بيفيد أكبر قطاع من الطلاب المصريين علاوة على أن احنا تقدمنا وتوسعنا في قبول الطلاب الوافدين ونجحنا في هذا احنا عندنا في جامعة القارة الآن 22 ألف طالب وافد حضرتك ده دولوا وحدهم يعملوا جامعة ده مش مجرد أننا بقوي أو بأثر في قوة النعيمة لمصر في الخارج لا طالب الوافد لما بيجي لي من الصين أو من أمريكا أو من أستراليا أو من اليابان أو من أفغانستان حتى على فكرة أو من السودان أو من أفريقيا الطالب ده بيحتكي بالطالب بتاعي هذا الاحتكاك بيفهم الطالب المصري أنه ليس موجوداً وحده في هذا العالم وأن عقله ليس هو من قياس لكل شيء عشان تضرب فكرة التطرف فكرة التطرف وحب مش شاف غير نفسه يعني هو ده شيء جميل يا دكتور لكن هو طبعاً فكرة برضو البعثات الأجنبية لها فوالي طبعاً ما ننكرش أهميتها لكن بنتوسع في المقابل في استخدام الأساس الأجانب ده بيوسع خبرات عندنا على فكرة ده انعكس عندنا على التعليم وعلى البحث العلمي انعكس كبير جداً ظهر في حجم التقدم في التصنيفات الدولية في مجال البحث العلمي احنا النهاردة من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم في تصنيف لايدن الهولندي عرفها يعني إيه يا حضرك أفضل 300 جامعة يعني من أفضل 1% على مستوى العالم جامعة القاهرة من أفضل 1% ده شيء جميل جداً جداً لأن 300 دول من 30 ألف احنا في التصنيف الأمريكي يو اس نيوز في التصنيف الأسباني محققين تقدم كبير جداً طيب ان شاء الله يعني دايماً بالتوفيق يا دكتور طيب ده الجانب كأستاذ جماعي حضرتك أنا بكلم دلوقتي كمفكر هل لك اهتمام أساسي بما يسمى فلسفة الأديان؟ طبعاً فلسفة الأديان أولاً ما هي الكلمة يعني فلسفة الدين باختصار هي ذلك المجال المعرفي العلمي الذي يقوم بالفحص العقلي لكل المعتقدات الدينية وبيجعل العقل البرهاني هو المقياس في التمييز بينها وبالتالي هو لا يقبل من العقائد إلا ما يمكن أن يقبله العقل فلسفة الدين هي دراسة علمية منهجية للمعتقدات الدينية كلها مش للدين الإسلامي بس ولا الدين المسيحي أو اليهودي دا لكل المعتقدات وأيما على فكرة تعقل ثم آمن عكس الفكرة اللاهوتية كهنوتية يعني أن يأتي الإيمان بعد القناعة بعد التعقل لكن في أديان أخرى لأن جزء كبير جدا من عقائدها لا يقبله العقل تقولك آمن ثم تعقل ما خلص؟ ما أنت طالما لبست النظارة هتشوف كل حاجة سفرها لو لبست نظارة سفرها هتشوف كل حاجة سفرها صحيح فإذا أمنت ثم تعقلت طب ما أنت هتقبل عقائدك مثلا خليني أروح لحاجة بعيدة فيه ديان اسمها الفدية مش لازم أضرب أمثلة عشان ما فيش حد يزال